محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لسه شغالة وكلنا لسه في انتظار حكم يرضي جموع الناس اللي مات لها ناس اللي بهدلت في عصره اللي كانت المطالبات من محاكمته مش بس من الشباب الثورة اللي عددهم ممكن يبقى قليل من وجهة نظر ناس بس كمان كان مطلب من كل الناس انه يتم محاكمة من تسبب في حال مصر الرديء اللي احنا بنعيشه المحاكمة كان فيه جلسة مبارح وزي ما قلتلكم تم تأجيلها لغاية 2 فبراير والكلام اللي اتقال او اللي احنا فاهمينه انه هتبقى المحاكمات بعد كده يومية لغاية صدور الحكم في مارس فيه ناس بتتهم انه المحاكمات دي بتقول المحاكمات دي بطيئة جدا فين المحاكمات العادلة النجزة طب ولا نروح محاكمات عسكرية ناس كتير رفضت المحاكمات العسكرية لانها سريعة ومش بالضرورة تبقى عادلة فبالتالي احنا ماشيين في التقادي العادي تقادي المدني وفي انتظار حكم يرضي الناس خلونا نعرف تفاصيل عن محاكمة مبارح وايه للمفروض متوقع في الفترة اللي جاية من ضفنا اللي بيشرفنا في الستوديو الاستاذ مجدي دربالة مساعد رئيس تحرير اخبار اليوم نهارك سعيد يا فن اهلا بحضرتي اهلا بحضرتي نورنا الله يخونا اهلا بكتازي كلم عن المحاكمة وتفاصيلها هل حصل اي مشاكل ما بين مؤيدي مبارك ومعارضي مبارح عند المحكمة ولا كان الدنيا ماشي بسليم؟ لا كانت الأمور أكثر استقرارة من كل الجلسات للسابقة بس كان جوه فيه شوية مناوشات ما بين المحامين وبعض المدعين بالحق المدني ومحامين الدفاع ودي مناوشات عادية لأنه في الآخر هو زملاء بيتجمعهم مع بعض مهنة المحامات والانتماء لنقبط المحامين تمام ما كانش فيه حاجة ملفتة يعني لا كان فيه حاجات ملفتة خاصة بالمتعامين يعني جهال مبارك كان شكله أكثر شعوبا وكان دقنه طويلة وكان بيين أنه مكتئب وأخس وزنه أخس شوية الرئيس السابق كان شكله بيحاول يداري يعني كانوا بيداري وشه آه كان حتى دي على وشه بالضبط وجمال مبارك طبعا كان زي كل المحاكمات كان بيحاول يداري عليه حبيب العدلي برضو بعض الناس عقبت على أنه داخل يعني جات لقطات على الفيس بوك بتتكلم على أنه كان واخد جاكوزي وجاي اللابس كاسكتة وترينك ده بيقودني برضو لو تكلمنا في حاجة جانبية لأن أنا شايف فيه محاولات لبعض أجهزة الإعلام أنها تعمل تهييج للرأي العام وكلمة بورتو تورا بورتو تورا أن أولاد الرئيس والمتهمين الرئيس السابق والمتهمين الكبار موجودين في بورتو تورا والناس كلها بتقول كده تمام ده مش بورتو أنا مكان دازورته بنفسي مع وفد حقوقي من حوالي أربعة شهر مكان معلش يؤسف نقول نواة سيئة جدا يعني نواة زي زي أي سجن تخيل أن أحمد عز وسبحانا المعز المزل أحمد عز وفتح سرور وزهير جرانا وزكريا عزمي بيعلقوا دموا على مصامير في القوض يعني فتخالي بقى شكل المكان إيه أنا حتى بحكي مبارح للمراتي بقول لها ده ملاعب التنس اللي بيحكوا عليها ده ده ملعب خربان في شوك اللي هو اللي موجود هناك في مزرعة الترة لا يصلح حتى أن حد يمشي فيه يعني مكان عشان بس ما أنا هيكشي الناس مكان سجن سجن مش مكان مميز يعني وفيش قين في الحلقة بتقولوا واحد أنه أنا كان نوع أستجن وفي الآخر يكون حبس الحرية ده في حد ذات عقوبة ولكن في نفس الوقت لو نسمع عن أحوال السجون السيئة جدا ونشوف حال المساجين واللي بيحصل فيهم من سوق معاملة ومن مشاكل ومن أحيانا تعذيب وحاجات فبنقول أنه يعني كان في السنة تعذيب فيه تقارير بتحصل طبعا في سجون لا المساجين لا مفيش فيها تعذيب الكلام ضغط المح تغازين لا والمساجين كمان طبعا في حالة الانتهاج حقوق الإنسان بتحصل في السجون وتقارير حقوق الإنسان بتتحدث عن نفسها وده أنا مش عايز أتكلم عنه أنا مش حاضرني دلوقتي التقارير ولكن أنا ما اسمعش ولا قريت حتى صاحب تجيلي برضو تقارير من منظمات حقوقية على العدس إحنا ممكن محتاجين نفتح الملف ده وأخيرا كان أحمد عطى اللي تقال إنه هو اتقتل في السجن وكان برضو أخذ لفافة وبعدها بكم يوم برضو آخر كان بسبب التعذيب اتقتل في سجن آخر أصلاً أيضاً أصلاً أقولك حاجة مش محدش محتاج أن يعزب مسجون لأن مسجون ده خلاص بيقضي فترة عقوبة ممكن الواحد يعزب متهم في حجز عشان يعترف بجريمة إنما مسجون ده خلاص واحد واخد مؤبد واحد واحد عشر سنين التقارير موجودة وهوريها لحضرتك يا أستاذ نجدي ومش هنختلف في ده بس خليني أرجع للموضوع الأساسي وهو سجن تورا وفكرة بورتو تورا والناس بتتاريق عليها كمان ليه علاقة بأنه هما ليه محسوسين في سجن واحد أنا عارف أنه تأمين طبعاً صعب أنت ناس بهذه الأهمية يتحطوا في سجون مختلفة لدواعي أمنية بس كمان كلهم موجودين مع بعض ده بيحط علامة استفهام عندي ناس كتيرة أنه أي مخطط بيحصل بيتم إرجاؤه لأنهم موجودين مع بعض أولاً أغلب أضايا المالية العام بيتحطوا في سجن تورا يعني كمان بعض الأضايا المهمة زي أضايا الإخوان المسلمين يعني انقايرة الشاطر وبقى قيادات الإخوان لو أنا أبي مرشد العام الإخوان دولتي كانوا موجودين في مزرعة تورا سؤال مرتضى منصور كان موجود في مزرعة تورا الدكتور أيمن نور كان موجود في مزرعة تورا فهي مش تمييز بعض الأضايا المهمة اللي هتخص الرأي العام تحط في مزرعة تورا لإسلوب تأمين أنت لو شفت طبيعة السجن هناك إيه مؤمن جداً إن هو سجن جوا سجن جوا سجن هو آخر سجن في المنطقة دي في اللي هو منطقة مزرعة تورا هو سجن المزرعة اللي هو عنبر الزراعة تمام فسهل جداً تأمينه الانتقال للمحكمة فسهل برضو إن أنا كوزارة الداخلية أنا هتخط المساجين كلهم في مكان واحد عشان تبقى فيه تيسير في نقلهم ما عودش أجيب المغربي من سجن أبو زعبل وأجيب أحمد عز من سجن اللي مش عارف ودي النطرون هتبقى مشكلة طبعاً أنا برضو مش عايز أطلع برا المحكمة بس هل حيك شايف إن وجودهم مع بعض ده ممكن يخلي فيه سهولة فعلاً إنه يبقى فيه مخططات بتعامل من داخل السجن والله أنا يعني ده الكلام اللي بيسأل يعني ده كلام الشارع يعني ده كلام الشارع يعني الناس بتقول طبعاً هم عشان موجودين مع بعض فبيداروا يخططوا على لأي حاجة إنها يعني تحصل من اللي بنشوفه في الشوارع هو إحنا للأسف إحنا بعد الثورة بدأنا نعزز فكرة المؤامرة طبعاً إنه طبعاً إحنا بنتعرض وبالفعل يا مصر بلد مستهدفة من دول كثيرة من أجهزة تخابر من منظمات وفي عندنا ملفات بتتفتح دلوقت زي منظمات المجتمع المدني والتمويل وأنا يعني من برنامج حضرتك بقى نشد الوزير العد إنه يعجل بسرعة عشان يعلن قدام الرأي العام المليارات أو الملايين الدولارات اللي داخلت مصر راحت في جيوب مين لأنها هيبقى فيها علامة استفهام لأن داية فلوس ليست عليها رقابة وفلوس راحت مش للاستخدام السلمي طبعاً لتعزيز المشكلات وتصدير المشكلات لمصر لأن وجود مصر مستقرة ممكن يدائق ناس كتير مصر فيه ناس بتستهدف تقسمها ولازال المخطب دا موجود وجود مسجونين في تورة هم طبعاً أصحاب مصلحة أصيلة في إزاعة جو من الفوضى لأن في الآخر ممكن ينجس زي من المصير الليبيل وخاصة أن بعضهم بدأ يصدر ضده أحكام وبعضهم محلف أكتر من أربع أو خمس قضايا للمحاكمة تصدير الفوضى دا الحاجة الوحيدة اللي ممكن تنجيه لأن القضاء غالباً من المؤشرات وحجم القضايا أن طريقهم مزدود فيه هرجع بس لنقطة المجتمع المدني عشان برد أقول كلمة قفل مليارات بتدخل المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة بس بأعتقد الجزء اللي بيدخل من غير قابة لو فيه هيبقى جزء صغير جداً لأنه معظم بيدخل مزارة شون الاجتماعية ومعظم مؤسسات مشهرة طبقاً قانون جماعة ومؤسسات أهلية دخلت في شونط محتاجين بقى فتح تحقيق بدون إلقاء تهم أنا أعلم أن الأستاذ المحامي الشاير نبيه الوحش مقدم بلاغ ضخمة جداً ضد جماعة 6 أبريل وأحد المرشحين للرئاسة متهمهم ومقدم مستمع وقالنا بالعام بقى هيفتح تحقيق منها خلال ساعات إحنا في انتظار طبعاً تحقيقات من غير ما نرمي تهم ولا نقول أي حاجة من حاجة طيب الرأي العام أو شباب الثورة أو شباب الثوار شايفين أن المحاكمات فيها تباطئ شديد جداً وده ممكن يضيع الحق المحاكمات مش بطيئة بس واخدى وقت طويل إيه الفرق يعني لا واخدى وقت طويل أحياناً حضرتك مثلاً وعد عشان ينتقل من مكان لما كان يخبت مثلاً ساعتين تعتقدك بتتهمين أنه متأخر بس المسافة طويلة القضية زي قضية الرئيس السابق ومعاونيه فيها ألاف الصفحات يعني كنت بتكلم معاية المحكمة الموضوع صعب وبيقسموا القضية لتلتة نسخ وكل عضو بيقراها يعني المسشار هاني برهام واخد اللي هو عضو الشمال واخد جزء كبير من الأقوال الشهود ومحاضر الجلسات بيقعد يقرأ فيه حتى في وقت إيه في وقت الأجازة بتاعت القضاء المسشار عاصم بسيوني اللي هو عضو اليمين واخد محاضر الجلسات بيدرزها بعناية بيشوف الطلبات إيه اللي حققها وإيه اللي محققهاش من طلبات الدفاع لأن في الآخر غلطة ممكن تنقض القضية يعني هو مثلا يجي مثلا حد من الدفاع المتهم الأول والرئيس السابق أو حبيب العدلي أو غيره يقولك لأ أنا طلبت استماع للشاهد فلان والقضي مرضيش فهذا ينقض الحكم حتى لو الرئيس السابق أو غيره خدوا حكم فهو محتاج إن هو ما يسيبش صغرة فيه طلبات كتيرة جدا الطلبة ومنها طلبات خاصة بأسر المدعين بالحق المدني طلبين الاستماع لمئات الشهود عندي حضرتك ضمن الطلبات اللي أجلت القضية طلبين طلب تقني إن هو يسأله اتحاد الإزاع والتلفزيون الشرايط اللي اتمسحت أو هما بيقولوا إن فيه حاجات اتمسحة في كاميرات المتحف لأن المتحف المصري اللي فيه كاميرات مصورة مداني التحرير كله بالزبط فأول ما قالوا إن فيه حاجات اتمسحة هل ينفع استعادتها ولا لأ فهتحتاج رد الخبير ومين اللي أمر بمسحها كمان ده سؤال تاني بعتقد المحكمة مش طلبة كده بتتكلم هل يمكن الدفاع طلب استعادتها إن استعادتها وميقولوا إن ديها هتبين لقطات ممكن تكشف مين اللي كان بيصوب بتحدد شكل خناصة حاجات زي كده استماع لشهود يعني فيه ناس أصرت على استماع للفريق سامي عنان وده خلينا يسأل إنه المحامي إسماعيل السيد هو أحد المحامين الموجودين قال إنه إحنا طلبين إنه المدعين بالحق المدني إن هم كمان يبليون حق سؤال فريق سامي عنان من ضمن الشهود وده هل عندنا معلومات إذا كان ده يحصل أو مش يحصل ولا ده من سلطة المحكمة ترفضه لا مش هو من سعوة المحكمة لها التقدير بس أقول محكمة زي ما بقول لحضرتك هتبقى أعتقد إنها هتبقى حريصة إنها ما تهملش أي طلب خاصة لما يكون طلب جوهري ولما مجموعة من المحامين تصر على طلب سماع لشاهد فلازم يستجيب سأقول مشكلة في حاجة إنت عند حضرتك حضر 85 محامي في الجلسة بتاعة مبارح من المدعين لحق المدني اتكلبوا 16 منهم كان الأستاذ سامي الحشور وهو طبعا يعني من الكوادر طبعا فهي تدفع بيحاول قدر إن كان ينسق بينهم بعض الناس دخلت بشكل فيه نشاز بدأت تتكلم في موضوعات جانبية فهم حاولوا يسيطروا عليهم فيه واحد قالك لا الرئيس لم يتنحى وأنا معايا أدلة وأنا رفع قضية بكده واحد تاني رق قال لا ده هناك مخابرات دول هي اللي عملت الصورة دي صورة ضد الشعب فبدأت فيه ناس بتتكلم في موضوعات جانبية مفروض إنها إيه إنها ما تطرحش فالحاجات دي بتشتت المحكمة فقطر خير برضو القاضي إن هو بيحاول قدر إمكان بهدوه يسمع الكل ويدحق الدفاع لأنه في الآخر في قضية هشام طلعت مصطفى معنيش أنا هعرج كان دايما إيه ناس بتستغرب كان المستشار محمد يقنصوها اللي حكم بالإعدام على هشام طلعت مصطفى كان أول جلسة يقولك أن هشام طلعت مصطفى مصطفى فيه عقل وقلب المحكمة درجة إنها سألت إيه ده إلي بيقوله القاضي دو ده كده هديهم براءة إنما طلعت إنها كلمة تؤكد إن القاضي في محكمة الجنائيات بيبقى قدر الإمكان عايز يدي أقصى ضمان للمتهم من يدي له حق هس دي روح حد ممكن تروح حتى لو يعني ما أعتقدش إن أي حد مستعد له يتحمل تبعاته ويزهق روح حد بالباطل يعني ما هو ده الحق الوحيد لربنا ده البشر يعني مفروض ان حق ان الواحد يموت او يحي ده بتاع ربنا في ايد يعني طبعا هو القاضي هو ظل الله على الارض يعني هو اللي بي ايه بياخد الحق دوت من ده لا يعني الجمء متفاضل بالضبط ان هو بيقدر يحكم على واحد ينجي رقابته من الحبل ما اشناه او ان يعدمه فطبعا شيء صعب جدا انا ليه قريبة في هيئة القضائية فكان ليه اذكر حديث لابن عمتي كان دايما يقول لي انا لو نمت اه الان في يوم يبقى انا حبست واحد ما يستحقش الحبس ده حيح بس ما من احدك بتقول انه احنا كمان بنطالب انه ما ينفعش موزق روح حد بالباطل احنا كمان محتاجين اجابات سريعة واشرفية للشهداء اللي ماتوا على قدين قناصة وعلى قدين ناس مدربة بشكل كبير جدا انها تزهق روح في رصاصة واحدة طبعا عشان كده احنا برضو على قد ما احنا مش عايزين محتارفين اه ناس محتارفة طبعا يعني مكتش ناس لازل اتهرج يعني من ضمن الناس كمان اللي طلب سماع شهادتهم هو عبداللطيف المناوي وهو رئيس قطاع الاخبار فمش موجود في القاهرة يعني علشان يشوفوك تحديدا يسألوه عن تفاصيل خطاب التنحي اللي ناس كتيرة وقعدات النميمة الخطاب ده متمنتج الخطاب ده في حاجات متغيرة هل عندنا اي معلومات حيفرق في ايه يعني انا شايفه انه انا شخصيا يعني من وجهة نظرك مراقب للموضوع ده شايف انه مايفرقش قوي انه انت المبرك بيتحكم في قضيتين تصدير الغاز وما تبحى من حصول حسين سالم على مميزات لا يستحقها منها تربح الرئيس السابق هو وابنائه بفلات والقضية التانية هي قتل المتظهرين انا شايف ان النيابة ودي معلومات بقى مش مش تحليل بتجهز مفاجآت لان النيابة التهبت كثيرا جدا انها ما عملتش القضية كما يجب انها اهملت جوانب فيها بس انا اللي علوم ان النيابة مجهزة مفاجآت تدين الرئيس السابق في الجلسات القادمة في لما تبدأ مرفعاتها حطين ايديهم في اقوال الرئيس السابق على بعض النقاط حتى لو مداش امر مباشر بقتل المتظهرين ان في حاجات تدينه اي بس هو كمان ليه الناس عايزة تشوف الخطاب اللي هو مش الخطاب التناحي اللي هو مقابله اللي هو اخر واحد قبل التناحي على طول لان خطاب التناحي نفسه او بيان التناحي كان من السيد عمر سليمان بس الخطاب اللي قبله ليه الناس تسألي اولا عشان كان فيه احساس انه ما تمنتج تاني حاجة طبعا انه ما تمنتج يعني ماين ان اللقطة مقبولة قطعت والزوايا والسيناريوهات كتيرة حضرتك في القصة لانه في هذا الخطاب فيه كلام ما عامش اشعاعات ولا اي انه كان بيقيل وزير الدفاع كان بيقيل المشير حسين تانطوي فبالتالي الناس كان بتقول وفعلا عمل كده علشان هو رفض انه يضرب المتظاهرين وجيش وقف مع الشعب فبالتالي خطاب التمنتج يعني فيه كلام كتير محتاجين نفهمه يعني هتظل الـ 48 ساعة لقبل التناحي دي صندوق اسويت زي عايز اقول له حضرك حاجة فيه احداث انه صار لازالت صندوق اسويت هل علمت حضرك مين وراء حادثك تحمل الاسام لحد دلوقتي هل عرفت دور اجهزة المخابرات هل عرفت دور لماذا زعبت السيارات شرطة تسرقت وبقت في غزة بعد كده يعني من طلبات الدفاع الحبيبي العدلي وبعض المتظمين حاجات مهمة يعني انا برضو قفت قدام جملة وقعت تركز فيها جامد ان فيه جسس مجهولة لحد دلوقتي وقلت يا ترى هو بيه ليه بيسأل المحامي عن الجسس المجهولة عرفت يعني استنتجت ان هو اللي هو الجندي محامي حبيبي العدلي انه بيسأل لا محامي احد المتهمين مطوي محامي حبيبي العدلي بيسأل علشان عايز يأكد ان هناك غرباء واجانب كانوا موجودين بينفزوا العمليات دي هو عايز يوصل لكده عايز يثبت كده ان فيه جسس مجهولة حتى زي اللحظة ما تعرفتش ومجاتش بلغات من اهليهم انهم فقدوا ففيه بيقول لغزه وبيتكلم على الاسلحة المجهولة اللي اتزبطت وطبعا هو فيه اغلب المحاميين وقعوا في مشكلة هو طبعا محاميين قيادات الداخلية السابقة عايزة ترفق احداث الالتعاد في مسبيرو ومحمد محمود وشارع الاصر العيني علشان تأكد ان ايه ان هناك غرباء واخرون مازالوا موجودين يعني بس هم كلهم وقعوا في غلطة ان هناك سلاح اسرائيلي هو قتل احد المتظاهرين وهم اخدوا كلمة من كبير الاطباء الشراعيين ان فيه سلاح قد يكون كذا هو كبير اطباء الشراعيين حاطط ثلاث احتمالات منهم انه ممكن يكون سلاح ممكن تكون طبنجة 9 ملي اللي قتل احد الشهداء في شارع الاصرعين ممكن يكون سلاح عوزي وتم طبعا يعني اغلب التقارير اللي طلقت ان يكون سلاح عوزي ايه سلاح العوزي ده اللي هو ايه ده بندوية اسرائيلي اه صغيرة او سلاح رشاش بورسعي فالثلاث احتمالات هم سابوا كل حاجة ومسكوا المحامين ومسكوا في السلاح الاسرائيلي طب الحالك بتقوله ده انا من لسباني مش مفهوم لان انا فهم ان التقارير الطب الشراعي بيجي ان نوع السلاح بس جنسيته ده هو ده بيتحدده سهل عندهم رصاصة بالجنسيات يعني بيتحدد اللي اطلقها ايه نوع السلاح ففيه اللي قالك البندوية دي التصنيع اسرائيلي اسمها عوزي اللي ممكن تطلبه ومفيش حد تاني في العالم عنده طلقة بالشكل ده ممكن تطلب بندوية اسرائيلي واحد مهربها اه بس انا عايز اقول ان الطلقة دي النوع ده لازم تقوم بندوية اسرائيلية مفيش حاجة تاني احتمال من ضمن التلاتة ان اللي قاتل السلاح اللي قاتل فلان يقيم بندوية برسعيدي رشاش برسعيدي او طبانجة تسع ميلي او رشاش حوزي انا فهمة لا انا قصدي سؤالي التاني هو انه الطلقة اللي بتطلع من الرشاش العوزي دي او من اي من البندوية البرسعيدي مفيش بندوية تانية في العالم بتطلع النوع ده غير البندوية البرسعيدي صح؟ تمام فعشان كده هم بيقدروا يعرفوا انا كنت فاكرا ان الطلقات شبه بعضها بس تتحدى تسعة ميليو خمسة ميليو تمانية ميليو بصمة للطلقة كمان يتقريه لو لو تحط سلاح ممكن يقول له هو السلاح ده حاجة مؤكدة يعني ميبقاش فيها اي التباسة هو احتمال من الاحتمالات التلاتة ان يكون رشاش اسرائيلي اه فبالتالي هم محامين اعتبروا ان ده اصبح واقع وقال لك طالما فيه سلاح اسرائيلي يبقى فيه غرباء هم نفسهم اللي كانوا موجودين وقت الصورة وعملوا البلبلة وقتلوا المتظاهرين والكلام ده ده كلام محامين استاذ مجدي ختاما عشان وقتنا خلاص بيخلص المفروض انه المحاكمات هتبتدي من يوم اثنين يناير على قد ما انا فهمها وتبقى كل يوم لغاية صور الحكمة في مارس حيات مش الان او مش الناس مش متوترة انه هيعدي خمسة وعشرين يناير وهيكون عدة سانة على الثورة المصرية ومفيش اي حاجة توش في غليل الشعب انا اقول لحضرتك حاجة يعني عندنا حاجات كتيرة جيدة انا شايف انها انجزت بالنسبة بالنسبة للمحاكمة كل اللي موجودين في القاعة يعني وشايفين هيئة المحكمة والمصر احمد رفعت عندهم ثقة ويقين في عدالة المحكمة لانهم شايفين الرجل بيتحرك ازاي تعامل مع كله على مسافة واحدة مفيش طلبات بيتجاوزها المحامي بيشك ازاي في القاضي ان يلاقي طلبات بيتطلب بيتجاوزها بيلاقي ان فيه نحياز ناحية ايه ناحية المتهمين على حسب كذا كل اللي موجودين في قاعة المحكمة متطمنين في كده يعني اعتقد ان ده دور المحاميين انهم يطمنوا اهل الشهداء ان المسألة تسير بشكل جيد ان ما قامش المحاميين بهذا الدور اعتقد ان هو يعني ده مشكلة بيه استاذ مجدي دربالة مساعد رئيس تحيير اخبار اليوم شكرا جزيلا على وجودك معنا النهار ده شكرا جزيلا حضرتك لسا مكملين فقراتنا ونهارك سعيد واكيد طبعا المحكمة انها هتبقى يومية الفترة اللي جاية فاكيد هنبقى بنتابع معاكم كل التطورات وكل الاحداث ويا رب يقدم الخير لمصر سنونا بعد الفاصل